موسيقى السلام عليكم ورحمة الله من الأمور المشاهدة المعروفة التي يعرفها الناس جميعا أننا إذا أردنا أن نقنع شخصا بتنفيذ عمل ما فإننا نحاول أن نهون هذا الأمر وأن نصغره في عينه فيقدم عليه ويتشجع على تنفيذه والعكس أيضا صحيح يعني إذا صعبنا هذا الأمر إذا صورناه للمكلف على أنه أمر معقد صعب فإنه ينصرف عنه ويزهد في تنفيذه ربما مثلا لو أن أحدا قال لولده لو أن أبا قال لولده إذا أردت أن تصبح محاميا فأن عليك أن تدرس عشرين سنة ثم تتمرن عشر سنوات إذا رأى هذا الطريق الطويل أمامه فسوف يزهد بهذا الطريق أصلا وكذلك بالاختصاصات جميعا الطب والإختصاصات كلها لكن لو قال له إنما هي ثلاث أو أربع سنوات ثم تصبح محاميا وتبدأ بالترافع وتبدأ بإنعم ولو أن كان على سبيل التدريب سوف يجد أن الطريق قصير يستطيع يعني هذا طريق يمر به كل الناس إذا كلفت شخصا بأن يحمل مثلا حملا يزيد عن وزنه يعني يبلغ ضعفي وزنه مثلا إذا كان وزن الشخص سبعين كيلا تكلفه بأن يحمل حملا يبلغ مئة أو مئة وخمسين يقول لا أستطيع لا أستطيع كلفتني بحمل ثلاثين أربعين خمسين ربما استطعت فهذه قاعدة عامة إذا سهلنا الحمل استطاع المكلف أن يحمله وأقدم عليه مقتنعا به راغبا فيه وإذا أثقلنا الحمل عليه فإننا نعسر حمله بل ونصرفه عن حمله ونحول بينه وبين هذه المهمة من أساسها الإسلام أنا أريد يعني قدمت بهذه المقدمة لكي أصور لكم حجم الحمل الذي يطلب الإسلام من أتباعه أن يحمله الآن يحاول بعض الناس بعض الدعاء أن يصوروا لعامة الناس أنه حمل ثقيل كبير أنه حمل لا يستطيع أن يحمله إلا الخلص المجتهدون وبالتالي عندما عامة الناس يسمعون هذا الخطاب فأنهم يعني يحسون بنوع من الجفوة بنوع من التردد بالإقدام على هذا الحمل يقولون لن نستطيع أن نحمل هذا الحمل كله فيتركونه جملة يتركونه كله وهذا ليس مراد الله تبارك وتعالى الله عز وجل لما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإسلام أرسله بما يطيق بالحمل أو بالتكاليف التي يطيقها عامة الناس التي يطيقها القوي والضعيف والصحيح والمريض والكبير والصغير الرجل والمرأة التي يطيقها كل إنسان كل إنسان على قدر وسعه وطاقته فهذا الإسلام الخفيف الميسور الذي يستطيع كل واحد من الناس أن يحمله أن يتدين به ويتعبد به ويتخلق بأخلاقه هذا الإسلام إذا جاء من يعقده ويصعبه ويثقله في أعين الناس فإنه عندئذ يجني على الإسلام ذاته لا يجني فقط على الناس بل يجني على الإسلام لأن الإسلام هو الضحية الإسلام عندما يزهد فيه الناس وينصرفون عنه ويستفقلون حمله ويتركونه لأنهم ظنوا أنهم لا يستطيعون أن يحملوا عندئذ يكون الإسلام هو الخاسر هو الخاسر الكبير فنقول لهؤلاء الدعاء الدعاء يعني أنصاف العلماء الحقيقة لأن العالم لا يصنع ذلك لكن الآن في بلادنا في الشام في سوريا نشأت طبقة تحمل الدين وتدعو إليه الناس لكنها لم تتعلم الدين على أصوله ليس لقصور منها لكن لأن الظروف لم تكن يعني في صالح هؤلاء الناس أنا لا أذم هؤلاء الدعاء لا أنتقس منهم يعني هم معذورون هم قاموا بما يستطيعون لكنهم ورثوا إرثا ثقيلا يعني خرجوا من بيئتين لم توفر فيها أدنى درجات التعليم الديني من بيئتين حرصة أصحابها النظام النظام يعني الزائل بإذن الله البائد بإذن الله هذا النظام حرص على أن يجحل الناس في دينهم على أن يغرب الناس في حياتهم على أن يبعدهم عن التدين وعن العلم الشرعي فلم يعني ينشأ في بلادنا لم تنشأ طبقة كبيرة من حملة العلم الشرعي الذين يعني درسوا في مدارس هذا النظام والذين تلقوا التوجيه الإعلامي من إعلام النظام يعني بالتأكيد كانوا بعيدين عن التأسيس الحقيقي أو التأسيس الصلب بالعلم الشرعي فالآن يظنون من حماستهم وهذه الحماسة تشكر لهم هم يشكرون لا يذمون لكن الحماسة وحدها لا تكفي فإنهم يظنون من حماستهم أن الدين يجب أن يطبق على الناس تطبيقا فيه ثقل وفيه أحيانا إلزام وشراسة وربما يعني ضغط على الناس فبدأ أحيانا يؤدي إلى عكس ما هو مقصود بدأ الناس بدلا من الإقبال عليه ينصرفون عنه وهذا أمر مؤيد بالإحصاءات في أول الثورة عندما خرج الناس يهتفون هي لله هي لله عندما خرجوا من الجوامع من المساجد كان الناس أقرب كان الناس أقرب بفطرهم السليمة إلى الله وإلى الدين الآن بعد ممارسات كثيرة كثيرا منها يعني ممارسات غير صائبة الحقيقة بدأ الناس ينصرفون ويزهدون بهذا الدين فتداركوا الأمر قبل أن نعجز عن تداركه يا أيها الدعاء جزاكم الله خير الجزاء الإسلام خفيف الإسلام حمل خفيف يستطيع كل الناس أن يحملوا لو لم يكن كذلك لما كان الإسلام رسالة عالمية لما كان رسالة خاتمة لما كان دينا مفروضا على البشرية كلها في كل مكان وفي كل زمان الإسلام ليس حملا ثقيلا ليس عبءا ثقيلا كما يحب بعض الدعاة إلى الله أن يصوروا لعباد الله في حديث عجيب الحقيقة حديث جميل جدا ينبغي أن يسمعه وأن يعيه الناس كلهم الدعاة والمدعوون الحكام والمحكومون حملة السلاح وعامة الناس الآن في سوريا وفي كل مكان حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس ثائر الرأس هنا أوردها هذه صفة أوردها الراوي على سبيل المذمة لأن الأصل أن من كان له يعني شعر أن يهذب هذا الشعر لا أن يتركه ثائران نافشان منكوشان كما هو الشأن الدواعش الآن يعني هذه الصفة التي وصف بها الراوي الأعرابية في الحديث على سبيل الذن هي الصفة التي نراها اليوم في الدواعش خوارج العصر صارت سمتان أو علامتان بارزتان لهم يعني وليست يظنونها من السنة وما هي من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا نعم يطيل شعره لكن كان أيضا أحيانا يقص شعره لأن ذلك الزمان لم تكن فيه الخدمات والمرافق الموجودة الآن الآن يخرج الإنسان من بيته إلى الطريق فيجد بالشارع الواحد ثلاثة أو أربعة حلاقين كلهم منهم يمكن أن يقص شعره بيعني قاعدة على مثل هذا المقعد بربع ساعة مثلا أو نصف ساعة فكان تطور شعورهم ثم يقصون الشعور الطويلة فلا يعتبر يعني هذا من العادات ليس هذا من العبادات فلا تطويل الشعر سنة ولا تقصير الشعر سنة ولكن من السنة إن كان لأحد شعر طويل أن يكرم هذا الشعر كما ورد في حديث يعني له قدر من الصحة حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود من كان له شعر فليكرمه فليكرم شعره يعني يغسل شعره يمشط يرجل ما يترك شعره هائج هكذا كأنه رؤوس الشياطين كرؤوس الدواعش اليوم لا هذا والله خلاف السنة وخلاف الذوق وخلاف التوجه الفطري الإنسان يعني فطرة حتى لو ما كان دينا ديانة يحتم بالنظافة والرتابة والمظهر الجميل نعم حتى أنا أكاد أقول الحقيقة أنه الآن يعني أنا أوجه هذه الرسالة لبعض المجاهدين المجاهدون الأفاضل الكرام ليس الدواعش الذين هم من أسوأ الناس حقيقة من خوارج العصر لا كثير من المجاهدين من أفضل المجاهدين يقلدونهم الآن في سوريا بهذه الصفة أيضا يطيلون شعورهم ويعني الظروف الآن تحول دون المجاهدين والاعتناء بشعورهم وتنظيفها وترجيلها فتجد الشعور هائجة شعثاء يعني هذا ليس من الدين هذا ليس من السنة بل أكاد أقول أقول إنه الآن مكروه مكروه يعني ليس لا سنة ولا مباحا بل هو أقرب لأن يكون مكروها لماذا؟ لأن الأصل بالمظهر باللباس والمظهر بالإسلام أن لا يكون شعار إذا كان شعارا بمعنى ما هو الشعار عند الفقهاء بمعنى يعني مظهر يعرف به من هو مذموم في عين الإسلام إما من أهل البدع أو من أهل الملال الأخرى أو من أهل الديانة بمعنى أنه يقلد مثلا القصص والرهبان باللباس لا يجوز هذا شعار لهم هذا اللباس اللباسهم شعار لهم كذلك هذا الشعر المنفوش الآن هو الشعار للخوارج الآن صار كذلك إذا لم يكن قبل سنوات فالآن هو كذلك فلا يجوز لا يحسن هذا أمر مذموم نعم هذا استطراب يعني لا أريد أن يعني أطلت به وما كان ينبغي أن أطيل أعود إلى الحديث الحديث هذا مهم جدا هذا الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة يعني شو الأشياء التي ينبغي الصلوات التي ينبغي مفروض علي أن أصليها قال الصلوات الخمس وإن شئت أن تطوع فهو خير لك أو فهو خير قال أخبرني عما افترض علي من الصيام قال الشهر رمضان صيام رمضان إلا أن تطوع قال أخبرني عن الزكاة قال الراوي فأخبره عن شرائع الإسلام وهو يعني يكرر الأصل والفضل أو التطوع قال الأعرابي بعد ذلك قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنتقص مما افترض علي شيئا يعني سوف ألتزم بما فرض علي ولا أزيد عليه شيء لا أنقص ولا أزيد لن أتطوع بشيء لا فرائض ولا نوافل ولا سنان ولا صياما ولا صلاة ولا صدقة ولا بأي وجه آخر من أوجه أو من أبواب الخير هنا الرد العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم أو التعليق العجيب ماذا قال قال أفلح إن صدق وفي رواية أدخل الجنة إن صدق يعني هذا العمل القليل عمل قليل بسيط جدا يطيقه كل واحد من الناس ما في إنسان لا يستطيع أن يفرغ من يومه الطويل يعني الإنسان يصبح كل صباح وقد أنعم الله عليه بأربع وعشرين ساعة كاملة وهو في صحته وعافيته وقوته وقدرته فإذا أخذ من هذه أو نقص من هذه الساعات الأربع وعشرين نصف ساعة ربع ساعة ثلاث ساعة يؤدي فيها فريضته صلاته المفروضة وإذا صام يعني هذا الشهر شهر رمضان وأدى ما عليه من زكاة مال أو إبل وأنعام فقد نجى عند الله فإننا إذن نجد أن هذا الحمل فعلا ليس حملا ثقيلا الأصل أن الإسلام تكليف مناسب لأوساط الناس لعامة الناس ليس للخاصة ليس هذا دينا لخاصة الناس ونخبتهم وقلتهم بل هو دين لهم جميعا للناس كلهم ضعيفهم وقويهم وذكرهم وأنثاهم للناس في كل مكان وحال وزمان فلا تصعبوه على الناس يا أيها الدعاء لا تسيئوا إلى الإسلام لا تسقلوا هذا الحمل حتى لا تكونوا صادين عن الله وحتى لا ينصرف الناس عن الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة